اشتركوا في القناة حببوا أهل بيت نبيكم إلى الناس ولا تبغضوهم إليهم جروا إليهم كل مودة وادفعوا عنهم كل قبيح وما قيل فيهم من خير فهم أهله وما قيل فيهم من شر فما هم كذلك تكرر في القرآن الكريم استعمال الكناية والابتعاد عن توجيه الكلام المباشر في بعض الحالات وذلك تأدبا من القرآن الكريم عند التعبير عن بعض الأمور التي يقبح التصريح بها أو لربما يكون فيها شيئا يكون فيها شيء من الخصوصية التي لا يستحب أن يتم التعبير عنها بالكلمات المباشرة والحقيقة هناك أكثر من مثال في القرآن الكريم بهذا الخصوص مثلا نأخذ على سبيل المثال العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة القرآن الكريم عندما يتحدث عن هذه العلاقة لا يأتي بالكلمة المباشرة وإنما يكني عنها بكلمات متعددة وبأساليب مختلفة تأدبا في أسلوبه حتى وهو يتحدث عن المسألة الشرعية الخاصة بهذا الأمر ويبين الحكم الشرعي في هذا الأمر على وجه التحديد يعني مثلا يعبر عن هذه العلاقة التي قد تحدث بين الزوج وزوجته بعنوان المس لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضا المس يعني تلك العلاقة التي تحصل بشكل خاص لكن القرآن يعبر عنه بمس فقط وهذا من الكناية من باب احترام القارئ والسامع وهذا نص ديني فيه أدب ورقي في التعبير مثال آخر يعبر عن هذا الفعل بالملامسة في مورد آخر يقول في سورة النساء أو لامستم النساء أيضا المقصود هو ذات هذا الأمر وهناك كلمات أخرى مثلا القرب أو الرفث أو غير ذلك مما استعمله القرآن في مثل هذا المورد وحتى في قضية فيسيولوجية طبيعية بالنسبة إلى الإنسان يعيشها كل يوم وهي مسألة قضاء الحاجة أجلكم الله أيضا القرآن الكريم عبر عن هذا الأمر بأسلوب راقي وبالكناية والابتعاد عن التعبير المباشر وبالابتعاد عن المخاطبة المباشرة أيضا في سورة النساء في الآية الثالثة والأربعين مثلا يقول تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط كلمة الغائط في زمن نزول القرآن لا تعني يعني القاذورات التي تخرج من الإنسان الغائط يعني الأرض المنخفضة إذا أحد منكم ذهب إلى الأرض المنخفضة تكليفه الشرعي كذا وكذا هذا معنى الآية ثم لم تقل أحد منكم أنتم بل قالت هذا ذكرت هذا الأمر بتعبير يبتعد بقدر المستطاع عن توجيه الكلام المباشر للقارئ أو السامع لاحظوا ماذا قال العلامة الطباطبائي وهو يبين في تفسير الميزان مقدار الأدب الراقي في هذا التعبير القرآني يقول أو جاء أحد منكم من الغائط في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط من الأدب البارعي ما لا يخفع للمتدبر حيث كنا عن المراد بالمجيء من الغائط والغائط هو المكان المنخفض من الأرض وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ليتستروا به من الناس تأدبا واستعمال الغائط في معناه المعروف اليوم يعني قادرات الإنسان استعمال مستحدث يعني في زمن نزول الآية ما كانوا يفهمون من الكلمة فقط هي لحالها ما كانوا يفهمون هذا إلا على وجه الكناية لللفظ المباشر للمعنى المباشر والحقيقي ثم يقول ولم يقل أيضا من تأدب القرآن ولم يقل أو جئتم من الغائط ما قال أنتوا ما وجه الخطاب المباشر للقارئ أو السامع لما فيه من تعيين المنسوب إليه لم يقول شيء كان هو قاعد يقول أنت سويت أنت سويت أنت سويت وكذا لم يقل أو جاء أحدكم من الغائط قال ماذا جاء أحد منكم من الغائط لما فيه من الإضافة التي فيها شوب التعيين يعني هي صحيح أخف من العبارة السابقة لكن أيضا أيضا هي ما تعيين بذلك الصورة بل بالغ في الإبهام فقال أو جاء أحد منكم من الغائط رعاية لجانب الأدب هذا هو أدب القرآن الكريم بهذا الأسلوب الراقي يقدم المعلومة الآن هذا حطوه في ذهنكم وانظروا في المقابل للأسف بعض من يعدون كتب التربية الإسلامية المقررة لأبنائنا وبناتنا في وزارة التربية عندنا في الكويت كيف وإلى أي مقدار يخالفون هذا المنهج القرآني هذا المنهج الأخلاقي والراقي والآداب التي يلتزم بها القرآن الكريم إلى أي مدى هم لا يلتزمون بهذا وهم يقدمون المعلومة أو يقدمون المسألة الشرعية بعيدا عن الأدب والذوق ولمن؟ أحيانا لفتية وفتيات مراهقين ومراهقات أعطيكم مثال أرجو من الكنترول يحطون لنا الشريحة الأولى الكنترول يحطون لنا على الشاشة الشريحة الأولى هذا كتاب الجزء الأول من كتاب مادة التربية الإسلامية للصف التاسع صف التاسع يعني اللي يدرسون فيه عمرهم 14-15 في بداية المراهقة طيب والكتاب عن وزارة التربية في دولة الكويت في صفحة مئة أو أثنين من هذا الكتاب تحت عنوان أؤمن بالبعث بعد الموت وأهوال المحشر ماذا يقول؟ ينق الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يحشر الناس رجاء الشريحة الثانية الكنترول عطونا الشريحة الثانية يحشر الناس يوم القيامة حفاتاً عراتاً ثم يذكر كلمة يقبح ذكرها في هذا المسجد اليوم ويقبح ذكرها أكثر لفتية وفتيات مراهقين ومراهقات من قبل أستاذ المادة أو أستاذة المادة بمعنى أنهم يحشرون الرجال قبل الطهور بهذا المعنى وكأن الذي أعد هذه المادة الدراسية مرتاح نفسياً أن في هذه الصفحة ذكر هذا الموضوع رجع بعد صفحتين صفحة 104 وإذا ممكن الشريحة رقم ثلاثاً شوفها على الشاشة رجع هناك مجدداً وكرر الموضوع يحشر العباد يوم القيامة حفاتاً عراتاً ثم ذكر الكلمة وذكر شرحها أي كذا وكذا كما ولدتهم أمهاتهم ثم يأتي برواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاتاً عراتاً ثم يذكر الكلمة الثالث مرة قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض الآن يعني بنت مراهقة تسمع هذا الكلام أو تقرأ هذا الكلام ولد مراهق يقرأ هذا الكلام أو يسمع هذا الكلام يوم القيامة الناس فاصيح عرات ما في شيء يستره وكلهم في مكان واحد واحد لازق بالثاني شنو الصورة اللي ممكن تنقدح في ذهن هالمراهق يعني بالذمة يعني ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وآله يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض صدقوني هذا ما يهون من الأمر أن النبي قال بأن الناس من شغلين بأمورهم ما حد يطالع الثاني ما حد رح يرتفت من المراهقين إلى هذه العبارة سؤالي للقائمين على أعداد هذا الكتاب بذمتكم ما الداعي لذكر هذه المفردة من مفردات أحداث يوم القيامة لطلبة وطالبات في سن الرابع عشرة أو في سن الخامس عشرة يعني من فئة المراهقين ما الداعي؟ المعلومة؟ إلى أي درجة هذه المعلومة مهمة؟ أليست هناك مفردات وتفاصيل كثيرة مبثوثة في القرآن الكريم وكذلك في الحديث الشريف من الممكن أن يؤتى بها من باب بيان أهوال يوم القيامة حبكت أن هذه المفردة وهذه الكلمة تكرر مرة ومرتين وثلاث يقولون هذا حديث النبي معاجبك حديث النبي أولاً صلى الله عليه وآله أولاً أولاً كون حديث ممعلوم أن نصادر عن الرسول يمكن مكذوب يمكن موضوع يمكن محرف يمكن مزور يمكن متلاعب فيه يمكن منقول بالمعنى يمكن يمكن فيه احتمالات كثيرة الأمر الآخر لو نفرض أنه فعلاً صدر عن النبي صدر قدم لمراهقين ومراهقات بهذه الصورة ولو نصر ونشرح ونبين وكذا طيب تدرون في المدارس الخاصة بعض المدارس الخاصة أستاذ يدرس البنات مادة التربية الإسلامية كيف سيكون الموقف أستاذ ذكر رجل مدرس تربية إسلامية يقف مجموعة بنات أمامه أربعة عشر خمستعش سنة ويقول لهم يوم القيامة رح يكون الرجل بهذا الوضع ومعنى هذه الكلمة كذا وكذا ما الأسئلة التي يمكن أن توجه له ما الصورة التي يمكن أن تنقدح في ذهن الطالبة كيف سينظر بعضهن إلى بعض في مثل هذا الموقف ما الأفكار التي ستتبع تصور أن الذكور والإناث عراية مع بعضهم والبعض في هذا الموقف بالذنب شو شو الداعي لهذا شو الداعي لهذا أكثر من هذا بعض مدارس الخاصة الولد والبنت في صف واحد والأستاذ أو الأستاذة يشرحون لهم الدرس هنا بعد الوضع أحرج وأحرج وكلهم مراهقين ومراهقات ثم كيف سيتعامل ولي الأمر اسمحوا لي اليوم شوية أطول أكثر من المعتاد موضوع جدا يعني حرج ويحتاج أنه فعلا يعاد التفكير في إعادة كتابة هذه المناهج المكتوبة بشكل ساذج وأحيانا يعني بعيد عن الأخلاق حتى يعني أمس أحد الأخوة الأعزاء ينقل لي على ولي أمر يقول ابني في الصف السادس صف السادس صف السادس يعني ثاني من توسط قبل كم عمره هذا عشر سنين يا إلي يقول له بابا شنو معنى كلمة كذا يعني الدورة الشهرية طبعا الكلمة بنفسها محضور معطينهم تربية الإسلامية إنه إذا صار عندك شذير ويذهب تغتسل شعليه هو الولد شفهمه بهالأمور ممكن تحط له في كتاب المعلم أكو كتاب المعلم ملحق مع الكتاب حطوا بكتاب المعلم إن إذا أمامك أولاد إشرح لهم ما يخصهم في قضية البلوغ إذا أمامك بنات إذا المعلمة أمامها بنات تكلمهم مثلا بخصوصياتهم إذا هي مسألة شرعية بس ما يصير وضع بهذه الصورة اللي الآن عليها طيب ولي أمر لو جاءت إليه ابنته وسألته بابا ما معنى هذه الكلمة الكلمة المذكورة في الحديث اللي قبل قليل ذكرنا كيف يجاوبها على هذا السؤال شي شرح لها شي يقول لها ملاحظة أخرى في نفس الدرس يقول لهم بأن الشمس يوم القيامة ستنزل وتقترب من الناس بحيث تكون على بعد ميل من رؤوسهم الميل أقل من 2 كيلومتر ثم يقول ولا يعلم الميل بمعنى المسافة الشرعية ولا ميل الكحل اللي هو كم 10 سانتي يعني ممكن الشمس تكون فوق روسنا على مسافة 10 سانتي أو تكون على مسافة 2 كيلومتر نشوف الشريحة الرابعة لو سمحت يقول وإذا كانت هذه حرارتها الشمس اليوم مع بعدها عن العباد تدرون في الدنيا تدرون المسافة كم هي تقريبا 150 متوسط 150 مليون كيلومتر الشمس 150 مليون كيلومتر وهذه حرارتها وصيف الكويت شايفين أنتم هل سنتين الثلاثة اللي طافوا وشلون الحرارة يقول وإذا كانت هذه حرارتها مع بعدها عن العباد في الدنيا فكيف إذا كانت على الرؤوس بمقدار ميل يعني تنزل من 150 مليون كيلومتر تقريباً تنزل تصير على بعد أقل من 2 كيلومتر ثم استشهد بحديث النبوي نشوف الشريحة الأخيرة شريحة 5 استشهد بحديث النبوي يقول فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق يعني الحرارة حرارة الشمس لما تصير على هذه المسافة الناس راح يعرقون تحط ديائي شواية شواية تعرق وللش يصير فيها الدهاية يقول فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكونوا إلى كعبيه العرق ومنهم من يكونوا إلى ركبتيه ومنهم من يكونوا إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامن يعني يمتلئ بهذا العرق طيب الآن لو طالب رفع عيده معلم التربية الإسلامية أستاذ سؤال مسافة بين الشمس والأرض تقريبا 150 مليون كيلومتر كما علمونا الكفار والغيرهم في مادة العلوم طيب الزهرة نقدر نعيش فيها كوكب عطارد نحن نقدر نعيش فيه ما نقدر نعيش فيه أكو كائن حيصاً هناك ممكن يعيش بذيت الحرارة كيف إذا اقتربت الشمس أثنين كيلومتر أكو عرق أصلاً أكو بشر أصلاً أكو حياة أصلاً إذا كنتم تقصدون أن الشمس على وضعها تنزل إلى هذه المسافة هذا كلام غير منطقي أولاً ثانياً إذا الشمس كورت الله سبحانه وتعالى يقول يعني الشمس تموت تنكمش على نفسها تفقد حرارتها يوم القيامة فأية حرارة فيها حتى أنها تقترب وتأثر فوق هذا الأرض مسطحة يوم القيامة والناس بعضهم بجانب بعض يعني ما يحطوننا في قمع مثلاً أو كل واحد محطوط في زجاجة بحيث كل واحد عرق إلى منسوب مختلف إذا في سائل السائل بيمشي ويروح عرقي أنا مع عرق غيري كلنا نمشي ما في واحد منسوب العرق عنده يصعد لفوق وهذا منسوب العرق يغطي لهني وذاك منسوب ما في شيء من هذا القبيل يعني ممكن نتصور الآن الحديث صحيح غير صحيح جاء بالكناية جاء بالتصريح هذا موضوع آخر معالجتكم الساذجة يا من أعددتم هذا المنهج الدراسي معالجتكم الساذجة لمثل هذا الحديث مع احترامنا للحديث النبوي إن كان هذا صادرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فهو نطيعه ونسمع كلامه وهذا من الغيب ولكن نقول لا تقدم المعلومة لطلبة عندهم من الذكاء والمعلومات ويدخلون اليوم على الإنترنت ويقرون شي يقولون الملحدين عن علاقة الدين بالعلم وأن هناك انفكاك بين الدين والعلم وأن إذا تبي علم روح للإلحاد وإذا تبي دين ما في علم يقولون التلاميذ يقولون إيه فعلا كلام الملحدين صحيح كلام اللا دينيين صحيح هذا الكلام كله غير منطقي والشرح الموجود في الكتاب شرح غير منطقي وغير مقبول فبالتالي طرح مثل هذا الأمر وبمثل هذه المعالجة الساذجة والسخيفة وغير المنطقية لا تدخل عقوق شبابنا وتدفع المراهقين والشباب نحو اللا دينية أو الإلحاد بشكل نتحمل نحن أصحاب الخطاب الديني والتعليم الديني مسؤوليته إن قدمنا نحن المادة مادة التربية الإسلامية بهذه الصورة وهي أسئلة مشروعة لأبنائنا وبناتنا فيما لو طرحوها بهذا الشكل اليوم نحن نعاني مع الجيل الشاب في المحافظة على دينهم ونخاف عليهم من الوقوع في فخ الملحدين واللا دينيين ومثل هذا الطرح الساذج والغريب يدفعهم دفعاً نحو اللا دينية ونحو الإلحاد يحتاج الأمر إلى فطنة أكبر إلى ذكاء أكثر إلى أدب إلى أخلاق إلى ناس متخصصين يعالجون هذه الموضوعات وليس أي أحد للأسف يكتب مثل هذه المناهج ثم تقدم كمناهج رسمية تنطق باسم وزارة التربية بغض النظر عن بقايا البعد الطائفي المشحون في كتب مادة التربية الإسلامية الخاصة بوزارة التربية عندنا لا بد من الالتفات إلى ما هو مطروح فيها أحياناً من مفردات تخدش الحياء ويعف عن ذكرها اللسان فكيف تقدم للمراهقين من أبنائنا وبناتنا وكيف تقدم لهم مضامين تتصادم مع معطيات علمية أو تبتعد عن المنطق والتحليل العقلي فترسخ في أذهانهم ما يطرحه الملحدون من أن الدين ضد العلم وأن الإلحاد والعلم قرينان لا سيما في غياب معالجة شاملة وواضحة للمعلومات والاكتفاء بالشرح الساذج للنصوص المروية هذه مجرد نماذج لأكثر من خلل يستدعي المراجعة التربوية والدينية والعلمية والنفسية والاجتماعية الرصينة لما يقدم في مدارسنا تحت عنوان التربية الإسلامية وبما يتوافق مع دعوات الإصلاح الجذرية في البلاد على كافة الأصعدة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر